ارتداد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مدويا أكثر من خسارة الأرواح والممتلكات تتحرك منظمة الصحة العالمية من جهتها لتقدم معلومات خطيرة حول تداعيات الزلزال صحيا وإنسانيا على تركيا وسوريا تركيا بدورها أعلنت الهزة الأرضية كارثة ألحقت الدمار بمساحات واسعة خبراء من مختلف دول العالم تنبأوا بتداعيات مقبلة أكثر خطرا على المنطقة وما حولها وفي العراق كانت ضربة الزلزال مدوية بخصوص تصدير النفط الرئيسي بميناء جهان التركي بسبب عطل تدفقات النفط الخام المهمة من العراق وأذربيجان هنا على صوت المحذرين مما أشاروا إليه سابقا حول خطر اعتماد العراق على النفط وحده كورقة اقتصادية ترفد خزينة الدولة وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق قالت أن حكومة الإقليم أوقفت عمليات تدفق النفط عبر خط الأنابيب التي تجري من حقول كاركوك بشمال العراق إلى ميناء جهان إذ تضخ أربعمائة ألف برميل يوميا فيما تضخ حكومة العراق الاتحادية خمسة وسبعين ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب كارثة أشد خطرا على الاقتصاد العالمي والذي يعتبر العراق جزءا منه عند حديث خبراء بما يتعلق بضربة للاقتصاد الأوروبي إذ يتجه النفط من جهان إلى الاتحاد الأوروبي والأخير متضرر بفعل حرب روسيا على أوكرانيا لتأتي الهزة الأرضية أشد وقعا على حصصه من توفير النفط العراق وفي كل الحالات أطلق حالة الطوارئ للتعامل مع أي ارتداد للزلازل بعد أن اهتزت مناطق واسعة من إقليم كردستان والمحاذية للحدود التركية إجراءات يشدد مراقبون على ضرورة انتخاذها في شؤون اقتصادية وصحية على العراق العمل بها سيما لتحذيرات الصحة العالمية كشفت عن تداعيات أشد للزلزال في الأيام المقبلة اشتركوا في القناة